جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية للتشجيع على زراعة وتوريد المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمحة وفي محافظة سهاج يجرى العمل على قدم وساق لإنجاز عملية توريد الأقماح دون عوائق أو صعوبات تتواصل عمليات توريد الأقماح في مختلف محافظات الجمهورية ففي محافظة سهاج أعلنت المحافظة أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها بالشوان والصوامع بلغ أكثر من 26 ألف طن منذ بدء موسم توريد القمح مشيرة إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات يتم استقبال السادة المزارعين وعمل التنسيرات اللازمة لهم حيث يتم استقبالهم وترتيب الأضوار للدخول إلى مواقع الاستقبال ويتم عمليات الفرز عن طريق اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لفرز الأقماح ويطاعد الدرجات المناسبة له هنا على تكليفنا برئاسة موسم الجمح والاستلام في صومعة أولاد نصير يتم استلام الأقماح من بداية الموسم حتى الآن ووصل الرصيد صباح اليوم 8000 طن أقماح موردة للصومعة وإن شاء الله المعدلات بزيادة وحاول قدر المكان بالتيسير على المزارعين وإن شاء الله تم صرف حافز توريد الموردين الجمح المحلي 10 كيلو ردة لكل أردب الساعات التخزينية نحن عندنا بالنسبة للمحافظة السهاج 9-152 ألف طن صوامع وشون وبناكر وهناجر طبعا السنة الحمد لله سعر الأردب تحسن بجي 1500 جنية لسعر الأردب 150 كيلو وبرضو معالي الوزير جاب لنا 10 كيلو ردة دعم أو حافز للأردب للمزارعين أو للشركات أو للتجار الجملة اللي بيجمع ويوردوا لك معه محافظ السهاج طارق الفقي أصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتدليل كافة العقبات أمام المزارعين وتيسير حركة الوصول إلى الشوان والصوامع وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد والقيام بتكثيف أعمال متابعة لعمليات التوريد لمنعية لعب إضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة أنا جيت وردت جمح هنا والثمان العلب 500 جنية على وزن 150 كيلو وتماما سهلنا الأجرات وكل حاجة وما فيش أي مشاكل هنا بتقابلنا والناس مساهلنا آخر حاجة هنا الصراحة يعني مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174.816 فدان بمختلف مراكز سهاج ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني إضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه